موضوع آخر الآن إن عاشت مصالح قسم الاستعجالات بمستشفى عين بسام حالة من الاستنفار القصوى بعد أن استقبلت حالات مرضية بأعراض غريبة لم يوجد تفسير لها حيث لقيت سيدة مسرعها بعد دخولها المستشفى بساعات لتلتحق بها سيدة أخرى من نفس العائلة التي فارقت الحياة هي الأخرى وهو الأمر الذي أدخل الطاقم الطبي في حالة طوارئ بعد تداول أخبار عن انتشار مرض معدن في حين فندت المصالح الاستشفائية بعين بسام ما يشاع حول انتقال العدوى وكإجراء احترازي فقد تم عزل حالات أخرى لمرضى ينتمون لنفس العائلة بينما تم تحويل عائلات أخرى لمستشفى القطار بالعاصمة موسيقى 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 وش بهم الله أعلم للأسف كينا حالة جاءت متقدمة ونطات شوك ونطات مرضة المستشفى وتوفات وكينا مرضة أخرى توفات على مستوى المستشفى وفي المديرات الصحة تنقلوا للمستشفى وقمنا بمعاينة الأمر ونحروا خلق إنسحة تعبير خلية أزمة وذلك للخروج بنتيجة ونعرفوا المشكلة مننا